يا زينب نعم يا حبيب لكي فيها كلام كتير عايزي تقال قول يا زينب أنا بصراحة عاوزك تكلم حسن ليه؟ هو عمل حجب؟ لا أبداً بس أنا عاوزك تكلمه وتفاهمه إنه عاوزين نتجمع كلنا في بيت واحد عندك حج وما يصحش كله أحادي وبعض في بيت غير التاني بس أنا بقول يعني يعني إيه؟ أحسن كدير مروان أنت خايف من المشاكل اللي ممكن تحصل مش كده؟ لا ما عايز كل واحد يبقى براحته على هوا يعني طب هو ده ينفع أنت عايزة تقول إيه يا زينب؟ تقولي أروح ليه؟ بص يا حبيبي أنا نفسي العيال كلهم يكبروا وهم متجمعين في بيت واحد زي ما كنت زمين وعرفة متأكدة يا مروان محدش حيادر يعمل كلام ده غيرك إنت ده جيجة واحدة كل دي يا زينب تعم أعلم أعلم بيك أنا قلت أنت مش جاي بيس كان عايزي جاب لك ومال هو طبعا تعمل بيخدمة؟ لا بالسلامة أنت تتوقع سلام عليكم مع السلامة خير يا مروان الواحد لو بيطلب حاجة وتيجي في محدها هو هو دا عميل عندك؟ دا تاجر بيشتري الفاكهة من عندنا في الأرض كان علي فلوسه جاية فحة أعرف الواحد لو بيحترم موحيده كان كل هاجة طبقى زي الفل مش خنات وتليفونات واحدة حصابوط يا بتجوي أو يا زينب هاب أنا في أين؟ هنكل ابتعي يا زينب ابتعالي واغال يا زينب واغال بسم الله الرحمن الرحيان بقى لك يا زينب قلتلك قبل كده أن أنا مش عايزاك تكذب عليها تانا صح؟ أنا مكذبش لا يا مروان انت بتكذب والراجل ده مش تاجر ولا جاي يسلمك فلوس يعني قولي عاوزت تفاهمي إن الشنطة دي فيها فلوس مثلا؟ لا يا زينب شفت بقى إن أنا معاي حق؟ وديه يا أنا عبيطة؟ كل مرة بصدقك وإنت بتصدمي تاني أنا ما كدب شي بس في حاجات عشان تتم وتكمل لازم تبقى في قلبي صاحب على حد الآخر طب وحياتك عنده وحيات نوح أنا عايزك تساعديني ألا؟ أساعدك أكتر من كده؟ خليك زي ما أنت يا زينب ولمينة كلنا حواليك؟ ولاي مش عارفة ولاك إيه قلبي مصدقك بس عقلي لا بسمعي كلام جالبك قصما بالله العظيم جالبك ده أول وحيد اللي فاهم الدينة دي كلها بسرعة يا زينب في حاجة شغلة بالي وعايز أقول لك عليها إيه؟ عايزيني خوي الوقت نو جبلو يعني بنت شبك حلوة كده تملع لي دنيته ماشي حاب أفكر في الموضوع لا أنا عايزك تفكري يا زينب معقولة يعني إلو هدي عايش فرضي عنك ده؟ ولا إيه؟ ربنا يسهل أي سهل بسم الله زينب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم أه هبلة هبلة وعبيطة وبيتضحك عليكي كمان بصي أنا فكرت كتير قوي قبل ما جيلك وقلت يا ترى سينة هتبقى زكاية وعرفة مصلحتها ولا هتفضل غباية زي ما هي بيقولك إيه؟ مش عايزة لت وعجن كتير لت وعجن؟ أي ولادت وعجن؟ يا تقولي كلام له وعوزة يا تمشي من هنا هخرجك من هنا أو؟ مش كده وبس وهديك اللي أنت عايزين مش كده وبس وهييشك اللي عيشها اللي أنت نفسك فيها وصفة المعفن ده أنا هطلع عين أمه بس بشرط ايه هو؟ تخرجي من هنا تخلصي على كريمة من هنا مش أنت قلتي إن هي اللي حردتك على قتل بابا الله يرحمه؟ لا لا أنا ما قلتش كده بصي أنا عارفة إن غالبنا وملكيش دعوة وإن الموضوع ده كله عندي أنا وطاري أنا عارف أخده كويس قوي مش من كريمة بس من بيت عبد الحكيم كله ايه ايه وهي كريمة السابق بصي القضية هيتنظر فيها قريب قوي وكريمة هتشرف السجن يعني هتشرف كل اللي أنا عايزاه إنها ما تخرجش من هنا اللي على قبرها فاهماني يا سينا؟ سلام عليكم أهلاً أهلاً إيه المفاجأة الحلوة دي؟ تفضل جيتوا على بالي قلتاً ماجس أسأل عليكم لأ شكلك كده كان عندك معدنة لا والله ده نجلكم مخصوص ياه وحشنك أزن ياه نتفضل نتفضل القوة بسرعة مروان بيه أحشنو دي جاوب مليه مش إحنا عيلا واحدة بزباب تقوله سيلة الرحمة واش بق آه طبعاً عندك حق ملاخوية اللي رحمه تجوز جبرية بس تصدق والله أنا زعلناها منها قوي كمان إزاي لحد دلوقتي ما تجيش ولا مرة تزورني ولا تتطمن علي والله عندك حق أم غلطانة وأنا بعمل اللي هي ما بتعملوه شي جاي لي يا مروان جاي ليه؟ كانك بتقول لي لي طلع بره لا والله يا عبد لعلمك أنا كنت جاي أزورك لحد عندك لحد باب بيتك أصلاً كده في شوية حاجات مش عجبني في الشغل وأنا كمان يا ريم في حاجات كتير يا جوي مش عجباني طبعاً أكيد اتفضل أنت على رأسي من فوق وأنا بقولك الكلام دي عشان تعرف أن أنا قصدي خير ريحي نفسك مين قالك أن أنا تعبانة نفسي في حاجة؟ يا دي أنت تعبانة تعبانة جوي شايلة هم الدنيا كلها فوق دماغك وهم عادل والشغل وعجلك عمالي ودي ويجيب عشان تاخدي طار محرم عشان خاطر محرم وعشان خاطر إن إحنا عيلة وحدة بلاش نلفه وندوره على بعض طب بما أن أنا عيلة وحدة أنا ليه عندك طار ومرج طار محرم أخوي لازم ناخده أحبتك أنا أوه سافرت وروحت وجدت بس لسه جوايا عادات وتقاليد البلد دي أنا لازم أخد عز أخوي ريمن عايز أقولك كلمتين تحطيه محلقة في ودانك أعرف أنا لو مش معاك وأبقى ضدك مروان إنت بجد ما تعرفش مقامك عندي قد إيه إنت أكتر واحد بحترمه في العيلة دي عارف ليه؟ عشان إنت رجل كلمتك واحدة ومن الآخر ريمن عايز أقولك على حاجة الناس اللي هوا ليك إنت ما تعرفهم شي زي ما أنا عارفهم إزاك أنا عادر ألا عصاهم أنا أقدر أحط صباعي في عين أي حد فيهم واجب أن كلهم تحت رجلي